مسلم تخفضات البلاك فرايدي او الوايت فرايدي او زي ما انت عايز تسميه خلاص قرر بيبدأ او يمكن الناس قد بدأت في العروض بتاعدي ولو انت عايز تشتري حاجات وعايز تستغل للعروض دي كلها سواء تشتري من مصر او من بره مصر فتفرج على الفيديو بتاعي عشان تعرف اهم معلومات ونصايح مهمة جدا لازم تبقى واخد بالك منها قبل ما تشتري اي حاجة سواء من مصر او من بره مصر معي كلام يسير حسيني ما تنسوش تعملو سابسكرايب لليتشانل وفعلو زر الجرس عشان توصلكو كل الفيديوهات طبعا اول حاجة قبل ما تشتري سواء من بره مصر او من جوه مصر لازم تعملها هو ان انت تعرف اصلا انت عايز تشتري ايه يعني ما تبقاش ان هو انت عايز تشتري عشان في عروض وخلاص لا لازم تحدد انت عايز تشتري ايه بظبط وده هيبقى مهم جدا عشان انت تعرف انت هتشتري ازاي ومنين وحاجات كتير اوي مبنية عن نقطة دي فاهم حاجة حدد انت عايز تشتري ايه الاول تاني حاجة لازم تاخد بالك منها هو ان انت تتاكد ان مفيش حاجة انت عايز تشتريها ممنوع اصلا ان انت تدخلها جوه مصر عشان بس ما تفعش فلوسها وتروح عليك الدولة مش هتدخلها اصلا زي ايه مثلا زي مثلا اي منتجات اللي علاقة بالنيكوتين زي اللي هي الفيب الناس بتستخدمها بدل السجاير وزي مثلا اي ساعة سمارت ووتش مثلا فيها الكاميرا دي مش هتدخل مصر خلاص يا جماعة فاخدوا بالكم ان الحاجات دي اصلا ما تتعبوش نفسك ويجبوها وطبعا ما تنسوش البرون او اللي هي الكاميرات اللي بتطير والكاميرات اللي برموت كنترول الحاجات دي كلها ممنوع خلاص 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 حددت انت عايز تشتري ايه وتأكد ان اللي انت عايز تشتري ايه ده اصلا مش ممنوع ان هو يخدش مصر نيجي بقى ان افكر في حتة انت هتشتري من مواقع ايه بالضبط طبعا انت لو هتشتري هدوم انت محتاج جدا انت تبقى عارف مقاساتك بمقاسات الموقع بتاعت بره وتشوف انت مثلا هتشتري من موقع ايه يعني موقع امازون عن هدوم بس مثلا مش اشهر موقع للهدوم موقع ايو اس بولو مثلا عن هدوم كتير انا هاتب لكو عموما في الوصف او في الوصف تحت لينكات عموما للمواقع مشهورة جدا للشيرة الهدوم او لشيرة الاجهزة الاكترونية دي هتنفعكو جدا لما تيكو تشتري خلاص بقى عرفت انت عايز تشتري ايه بالضبط وهتشتري منين نيجي دلوقتي لجزئية متابعة الاسعار ناس كتير بتبقى شايفة ان في العروض دي بتبقى وهمية ان المواقع مثلا بيبقى مثلا سعر المنتج قول مثلا 20 دولار مثلا فتيجي المواقع دي ترفعه مثلا 40 دولار وبعد يقولك بعد الخصف 20 دولار يعني او بتحسن ما بتحصلش فانت ازاي تعرف مثلا منتج اللي انت عايز تشتريه مش العرض بتاعه ده مش خدع في مواقع بتساعدك ان انت تتابع الاسعار بتاعت حاجة مثلا انت عايز تشتريها انت بتحط فيها مثلا لينك المنتج دوت وبيقولك ده سعره بتاع سعره او اللي هو سعره كان عملي زي الفترة اللي فاتي دي كلها لو انت عايز تشتريه من مصر سواء سوق او جومية فانت ممكن تستخدم الموقع اسمه كام بكام والموقع ده هيقولك سعر المنتج ده عمل ازاي السعر ده ترفعه عن نزل وكده هيتابع معاك السعر على طول ولو انت ناوية تشتريه مثلا برا من امازون ففي موقع اسمه كامل 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 اسمه غريب شوية بس بس هوا دوت هيساعدك يمكن اكدر موقع مشهور هيساعدك ان انت تتراك الاسعار اللي على امازون وهنيجي دلوقتي الاهم موطة وهي الجمارك الجمارك طبعا دي هتفرق جدا في سعر المنتج اللي انت عشتين ممكن تبقى شارح حاجة مثلا ما اجابتش خمسة دولار دي تلاقينا نفسك دفع عليها جمارك بما يعادل مثلا سعرها او ضعت في سعرها فدي حاجة انت محتاج تعرفها جدا هي ايه الجمارك بتاعت المنتجات الداخل مصر وكلام ده كله فيه طبعا موقع الحكومة انا هطولكو بردو في اللينك تحت في دوسكريبشن اللي هو مفروض يعني موقع الجمارك بتاع الحكومة المصرية هيقولك المنتجات دي ايه بس عموما يعني عشان اسعيدك شوية عشان موقع حسنا مش سهلة او ان انت تستوعب انا هطولكو بردو هتلاقوا تحت انا كابل لكو المختصر يعني بتاع الجمارك اللي هي خصوصا الحاجات مثلا اللي بتهم الناس زي مثلا الهدوم الهدوم الجمارك بتعادة عالية جدا ممكن توصل الستين في المية وكذلك الكوتشيهات لو انت مثلا فاكل انت ممكن تشتري كوتشي اديدس مسلا من بره ويبقى سعر وارخص خبالك ان انت هتلبس فيه جامل لكن حاجةك حلوة لو انت مثلا وبنفكر تشتري لابتوب جديد او موبايل جديد فالحاجة دي ما عليهاش جمالك بس عليها الضريبة بتاعت ال 14 في المية فدي هتبع حاجة كويسة جدا 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 انت دلوقتي خلاص حددت المنتجات اللي انت عايز تشتريها وعرفت كل المعلومات اللي انت تقدر تعرفها عن المنتج دوت سعره والموقع اللي انت هتشتري منه وزا كان ينفع يدخل مصر اصلا ولا لا وايه الجمارك اللي عليه خلاص عرفت المعلومات دي كلها نيجي بالان اولا للنقطة المهمة جدا اللي هو هو انا هتجيبه ازاي دي طبعا نقطة مهمة جدا وهتفرق جدا على حسب نوع المنتج وانا هقول لكم دلوقتي نيه فالحاجات دي الجمارك معليهاش اصلا جمارك يا بس عليها الدريبة اللي 14 فمية فدي سهل ان انت تجيبها على طول مش هتحتاج ان انت يبقى عندك مشكلة انت هيبقى اوفر لك ان انت على طول تشتريها امازون دلوقتي يبقى يوصل لمصر بس مش كل المنتجات يعني انت على حسب انت ما هتخش على المنتج اللي انت عايز تشتريها هيقول لك اذا كان ينفع على طول تشحن داريك للمصر ولا لا ودي هتبقى حاجة جدا لان انت السعر اللي انت هتدفعه بالكريديت كارد بتاعتك شامل كل حاجة الشحن وكل حاجة والضرائب وكل حاجة لحد ما يوصل لك لحد باب البيت طبعا دي حاسل فري او ان هي ما فيهاش اي مشاكل او اي صدعه خصوصا ان انت سعيدة هتبقى شامل امازون نفسه فلو في اي مشكلة في المنتج هتبقى سهل جدا ان انت تسترجعه على عكس ان انت لما بتحتاج شركة وسيطة بس في حالات للاسف انت هتحتاج شركات وسيطة زي شوبان تشيب وادفاعلي ولينكس والحاجات دي كلها ليه بقى انت هتحتاج شركات وسيطة طبعا ما بداية انت لو عاجبك المنتج على امازون ومع الوش مثلا ضرائب او حاجة وانت عايز تشتريه بس هو منتج ما بيتشحنش المصر فانت هتعمل اي يعني هو منتج اساسا معيوش تكلفة فساعتها ممكن تطار ان انت تستخدم شوبان تشيب وده يعتبر الخدمة بتاعتهم يعني كويسة بس انت لازم تعمل اشتراك مرة واحدة بس بخمسة واربعين دولار بس هحط لكو في تحت الكود بتستخدمه وتفعل الاكاونت بتاعك ببلاش مش تدفع فيه فلوس هو طبعا ده بيبقى ليهم معين بحساب ان انت شحن المنتج ده على حسب وزنه والتغليف والحاجات دي دي بقى نواة دخلنا في قصة شوية وعندك اتفعلي واتفعلي ده فيه ميزة حلوة شوية انا بحسها ان هو بيبقى بيعملوا عروض وعندهم كزا بتدفع فيها وان هي مسلا فيها ممكن ان هي تلغي لك الدرائب مسلا او تلغي لك الجمالج عن منتجات بتاعتهم هما طبعا بيبقى ليهم حساب معين لسعار الدولار ويبقى ليهم حساب معين للخدمات بتاعتهم بس بلها ينفعه جدا لو انت عايز تشتري مثلا كوتشي او جزمة من برا الحاجات دي صعب او ان انت تجيبها لوحدك لان زي ما قلت الاسعار بتاعتها هتبقى خرافية جدا ف طبعا من الحاجات دي هتساعدك الشيطات الوسيطة زي اتفعلي او لينكس مسلا هيساعدوك ان انت مسلا او عايز تشتري مكملات او اللي هي مكملات غزائية لان المنتجات دي شوية صعب ان انت تجيبها برضو لناسك هتجيبها وهتفضل قاعدة في الجمالج مش هتطلع فانت لو انت بتعتمد على خدمة زي دي بتفع فلوس اضافية وهما بيخلصوا لك الجمالج بتاعتها ويدخلوها لك عادي جدا ووصلها لحد البنك طبعا انت دلوقتي عايز تشتري منتج و وما ينفعش تشحنوا دريكتلي عن طريق امازون او ما ينفعش تشحنوا عطوم من امازون مصر فانت ايه احسن خدمة يعني انا احسن طبعا انا توكتو وانت توكتو وهتبقى تحسب الوزن ومش الوزن كده موضوع شوية مش سهل ومش سالس بس ابسط حاجة انت هتعملها ان انت هتخش على موقع اوليب كام موقع اوليب كام انت مجرد ان انت هتختار نوع المنتج اللي انت عايز تشتريه ووزنه لان طبعا الوزن بيفرق جدا في الشح فانت هتختار المنتج مسلا الاكترونيكس مسلا هتختار المنتج شامبو اي حاجة مسلا هدوم مسلا او اي حاجة وهتختار الوزن بتاعها لان هو طبعا دي حاجة بتطلع لك في امازون او اي حتة ان هو مسلا الوزن نفسها هيبقى عمل ازاي وبتحط بتحط المعلومات دي وهو الموقع نفسه بيقولك ايه ارخص انت ممكن تجيب بيها يعني هو مسلا يقولك انت مسلا لو اشتريته على لينكس مسلا هيكلفك كزا ولو اشتريته مسلا من على موقع ادفعلي هيكلفك كزا ولو جبته بطريقة دي هيقولك هيكلفك كزا فده بيوفر عليك مجهود كبير او ان انت تحاول تجرب على كل سيرفز اصلا لوحدها وتشوف هو المنتج ده هيكلفك كم على الخدمة دي مسلا سواء شوبانتشيب سواء ادفعلي سواء لينكس بدلا ما تخش بقى في حاصل الكوش وقت تخش انت على موقع وتشوف ده هيعملها كيه هو موقع دوت هيجيب لك كل حاجة انت هيستعرفها هيقول لك كل واحد فيهم هيكلفك كم وانت بقى انت مع ساعتها لو تشوف ايه الاوفار لك وتروح هطول تتوصل معهم عشان تعمل الوردر بتاعك فده الصراحة مريح جدا وهيسعل عليك حاجات كتير اوي 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 وبكده يكون خلص الفيديو بتاعي لو عجبكم الفيديو طبعا تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الناس اكتر تشوفوه وطبعا تنسوش تعملوا سبسكرايب لالشانل بتاعتي عشان يبقى عندي فان زكتي ولو حابين فيديو تاني عن عروض البلاك فرايدي او الوايف فرايدي والنصايح اكتر ازاي ت تشتروا او لينكات او حاجات توضحية اكتر ما تنسوش تسبولي في تعليق بالموضوع دوت وان شاء الله اجهز لكم فيديو تاني لو انتم عايزين يلا باي باي